حمل المشبهة في عصرنا وهم الوهابية رواية مسلم لحديث الجارية على ظاهرها ولا ينجيهم من الضلال قولهم إننا نحمل كلمة في السماء بمعنى إنه فوق العرش لأنهم يكونون بذلك أثبت له مثلا وهو الكتاب الذي كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي فإنه فوق العرش فيكونون أثبت المماثلة بين الله وبين ذلك الكتاب لأنهم جعلوا الله وذلك الكتاب مستقرين فوق العرش فيكونون كذبوا قول الله تعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء وحديث الكتاب رواه ابن حبان بلفظ مرفوع فوق العرش ورواه البخاري بلفظ موضوع فوق العرش وكلاهما بمعنى واحد ثم على اعتقادهم أن الله فوق العرش يلزم أن يكون الله محاذيا للعرش بقدر العرش أو أوسع منه أو أصغر منه وكل ما جرى عليه التقدير فهو حادث مخلوق محتاج إلى من جعله على ذلك المقدار كما يدل على ذلك قوله تعالى في سورة الرعد وكل شيء عنده بمقدار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر